السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي عزيزاتي في المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي صفحة 37 سننذهب إلى القصيدة الشعرية التي رواها عبد الرحمن حجي عن الكتاب الأدب العربي ماذا قال غدي نمشي أستعد للقراءة أستعد للقراءة ماذا يقال هنا يقال أذكر بعض الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة إلى لندن أخرى الأسباب التي تدفع إلى الهجرة مثلا العمل لقصد العمل يعني الإنسان يمشي باش يشتغل باش يكسب واحد القليل من المال لكي يرسلها إلى أسرته كي تعيش وعدنا سؤال آخر يعني أجوبة أخرى يعني يذهب الإنسان إلى الهجرة من أجل الدراسة طلب العلم وعدنا مثلا للمستشفى أي من أجل الشفاء غدي نمشي للسؤال الثاني ألاحظ وأتوقع أقرأ العنوان مقامي في لندن العنوان تعو مقامي في لندن يعني هاد الشاعر اللي راه يقولنا هاد الشعر كي يقيم في لندن أي يسكن في لندن مهاجر إلى لندن وألاحظ موقع الرجل أي الشاعر بين صومعة حسان وصومعة بيغبون ثم أتوقع مضمون القصيدة الصورة تبرز لنا أن الشاعر يجلس وهو ينظر إلى ساعة بيغبون وهو يتذكر موطنه العزيز وهي صورة صومعة حسان التي تقع في الرباط إذن الشاعر ليس في راحة تامة في هذا البلد لأنه يتذكر بلده الحنين وأسرته الغالية إذن سنقوم بقراءة الشعر ساقني الظهر لامتطاع البحار يعني أخذني الزمان لامتطاع البحار يعني باش أركبوا البحار واقتحام الأخطار في الأصفار عندما كان مسافرا التقى كثير من الأخطار يعني الصعوبات يعني كثير من الأشياء التي هي خطيرة ورمى بي إلى مكان سحيق ذهب بي إلى مكان هو لا يريده رغم أنفي مقيدا بالترار يعني رغم أنفي يعني مضطر أنه يسافر لكي يجد قوت عيشه لم تكن هكذا ضنوني وحقا لم يكن يعرف أن ما سيراه هناك وما وحشته إلى وطنه ليس ينجو ذو غرة من عصار إنني في أرض أراها كحلم الأرض التي ذهب إليها يراها كحلم أو كقطيف لزهرة الزوار وهي كطيف طيف هو مثل الخيال فيها كثير من الزوار يلتجئون إليها ذاك والناس ينسلون إليها يذهبون الناس إليها كل حين من سائر الأقطار يلتجئون إليها من كل البلدان بعضهم للعلوم جاء وبعض يذهبون لطلب العلم أي للدراسة يرتجي أن يفوز بالدينار والبعض الآخر يريد أن يكسب المال منها وأنا في الذين جاءوا إليها وأنا كذلك جئت إليها لتعاطيهم مهنة التجار هو جاء للتجارة مهنة التجارة لم أجد فيها من ولي حميم لم يجد فيها ضهر حنين أو صدر حنين مثل قريب أو صديق أو أم أو أب هذا هو ما يقصده الشاعر أو نجي أبثه أسراري أو أحد يكون أمامه كي يفشي عليه أسراره يعني ما بداخله ما يخشيه في قلبه وإليهم أحن دوما وأرجو يعني كي حن لتلك الأشخاص الذين يشتاقوا إليهم ملتقاهم في ليلة أو نهار إنهم مشتاق أي نهار أو ليلة يلتقي بهم نتضل الأحشاء شوقا إليهم وفي شوق كبير إليهم بجمار ويا لها من جمار الجمار هي النار التي تلهب في قلبه لكي يرى إما أبنائه أو أبوه أو أمه أو أصدقائه أو أخواته أو إخوانه هذا ما يقصد الشاعر قد جرت في أرضي حوادث لقد جرت كثير من الحوادث الحوادث مثلا عرس أو عقيقة أو جنازة أو هذه الأحداث أنا عنها بمعزل متواري هو الكثير من الأصدقاء أو الأقرباء يكونون في تلك اللحظة أي تلك الحوادث التي تقع ولكن هو غير موجود لأنه في غربة فيها جمر ومشتاق إلى بلاده يا أخلائي ذي شكاتي إليكم وذموعي من لؤلؤي الأشعار يا خلائي ذي شكاتي إليكم إنه يشكو ما في قلبه لهم ودموعه من لؤلؤ الأشعار يشكو وهو يكتب الشعر ويناديهم كي يلتقي بهم هل فهمتم القصيدة أعزائي إنها مثيرة جدا سنذهب الآن إلى الأسئلة ثم نجيب قرأ القصيدة بطلاقة لقد قرأنا القصيدة وقمت بالفهم فهم القصيدة وماذا يقصد الشاعر فيها الأسئلة كاملة مجابة في إقراء القصيدة بطلاقة نذهب إلى أفهم النص أفهم النص أغني رسيدي عندي أربط السؤال الأول أربط العبارة التالية ذو غير را ما هي ذو غير را ذو غير را من ليس لديه تجربة في أي شيء لم يكن مجرب شيء ويقوم بفعله هذه هي ذو غير را يعني قليل التجربة إذن هنا دو غير را هل هي قليل المال؟ لا هل قليل جهد؟ لا إنما قليل التجربة سنذهب إلى السؤال الثاني نمشي السؤال الثاني آتي بخريطة كلمة امتطاع 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 مثلا امتطاع امتطاع الرجل الحسان يعني أي راكب الحسان امتطاع يعني ركوب نوعها هي مصدر كما راكو تشوفو خماسي لدي هي من فعل هي خماسي معناها يعني الشرح ديالها هي ركوب وددها ركبة نزلة ضدها مجموع نجمعها يعني نزول ركوب ضدها نزول نعطي واحد تركيبها في جملة يقوم امتطاع الحسان الأبيض يقوم أبي بامتطاع الحسان الأبيض أو يحب أبي امتطاع الحسان الأبيض يحب أبي امتطاع الحسان الأبيض سنذهب إلى أفهم وأحلل نذهب إلى أفهم وأحلل استهل الشاعر القصيدة بحركي يعني الصفر فهل كان سفره اختياري ام اجباري لقد ذكرنا في القصيدة ماذا قلنا هل هو اختياري مشا في رغبته ام اجباري يعني اجباري يعني مشا بذيك الحاجة انه مجبور عليها باش ديرها هنا غد نختار اجباري لانه غير مرتاح الشاعر غير مرتاح يعني غد نقول اجباري اختار الجواب الصحيح مما يلي سافر الشاعر الى لندن من اجلي هل ذهب من اجل الدراسة لا من اجل التجارة نعم من اجل التنزه لا انما ذهب من اجل العمل حدد 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 الشاعر نوعين من المهاجرين الى لندن اذكرها كما قال في المثال من اجل من هناك اشخاص ذهبوا لاجل طلب العلم العلماء ذكر في البيت العلماء يعني من اجل النوع الاول من اجل طلب العلم اي الدراسة والنوع التاني من اجل نقود يعني العمل هنا نذهب الى السؤال الرابع اضفى الشاعر على لندن صفات اذكر بعضها ما هي الصفات التي اضفى الشاعر على لندن وهي اولا الحلم وثانيا طيف هنا في القصيدة اعزائي حبيبتي دا با غد نمشي السؤال خامش استخرج من القصيدة ما يدل على ما يلي شوق الشاعر لوطنه واشتياقه لاصحابه سنختار ابيات لنظهر ان الشاعر مشتاق الى وطنه وبيت لاشتياقه لاصحابه هنا البيت هنا يا وإليهم احن دوما وارجو ملتقاهم في ليلة او نهاري هذا البيت يعني عن احبائه او اصدقائه يعني في السؤال الذي يقال عنه عن الاحباب اما قد جرت في ارضي حوادث شتى انا عنها بمعزل متواري يعني هذه جي فنتاع الوطن يعني اشتياقه الى ارضه وارض وطنه مهما يحدد فلا يستطيع ان يذهب هذه في الشطر الاول وهذه في الشطر التاني لانها يشتاق الى حنين احبائه سنذهب الى السؤال موال نمشي للسؤال السادس احبائي عزيزاتي ارتبوا الافكار التالية حسب ورودها في القصيدة شوق الشاعر لوطنه اضطرار الشاعر للسفر انواع المهاجرين الى لندن لما قرأت القصيدة معكم ماذا كان اول موضوع للشاعر كان يتحذت عنه هو اضطراره الى السفر كان مضطرا الى السفر هو الاول هنا رقم واحد والتاني انواع المهاجرين الذين هاجروا الى لندن كان يقول عن الدراسة عن العمل لكسب القوت لكسب المال يعني هذا التاني انواع المهاجرين الى لندن هي التانية وبالطبع الحال شوق الشاعر لوطنه هي التالتة نذهب الى اتدوق واقوم اتدوق واقوم قال الشاعر ساقني الظهر الامتطاع البحار اي ركوب البحار فماذا يقصد بذلك؟ علما ان البحار ليس وسيلة النقل هو يقصد الشاعر برحلته كانت مغامرة فيها بالمخاطرة التي فيها يشبهها عندما كان مسافرا بالصراع مع البحار والمجادلة والخوف كان هناك خوف شديد عندما كان يغادر وطنه وهو ليس راديا به نشوف السؤال التاني ألخص افكار القصيدة في بضعة اسطر يعني ماذا نلخص كيف كان الشاعر في مشاعر كان الشاعر في هذه الهجرة يحدثنا عن لندن وهو غير راغب فيها وهو غير راغب في الجلوس فيها كان مضطر قصد العمل وكسب قوت العيش هذه ملخصة انتع القصيدة الشعرية لأن بالطبع الحال الشاعر ليس مرتاحا في لندن لأنه كان مشتاقا كثيرا لبلده لهذا سنقول كان الشاعر يحدثنا عن الهجرة إلى لندن وهو غير راغب فيها لأنه كان مضطرا لقصد العمل وكسب قوت العيش ننتقي إلى السؤال التالت نذهب إلى السؤال التالت أذكر القيمة الوطنية التي تتضمنها القصيدة ما هي القيمة الوطنية؟ هي روح المواطنة هو حبنا للوطن القيمة للوطن الحبيب يعني القيمة الوطنية هو حب الوطن روح نفديها للوطن هذا هو السؤال يعني حب الوطن السؤال الرابع أبدأ رأيه في أحاسيس الشاعر تجاه وطنه بماذا يحس الشاعر تجاه لوطنه؟ يحس بالحنين إليه إنه مشتاق إلى وطنه إنه يحب وطنه مشتاق إليه يتمنى أن يكون في وطنه وسط عائلته وهذا هو السؤال الرابع ولقد انتهينا أحبائي أعزيزاتي وأتمنى أن لا تبخلوا علي بالايك والاشتراك في القناة وبالنسبة للتلميذ الجديد اللي يدخل وشافني نتمنى باش يوطع على لايك ويفعل الجرس نتع الاشتراك باش يوصلوا ديمة الجديد شكرا لكم أحبائي عزيزاتي وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله